السلام الله عليكم سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنسترق للحصة الخامسة في الوحدة الثالثة تغذية النمو والصحة هالمرجع الواضح في النشاط العلمي للمستوى الأول علماء مضاصي اليوم كيف أحافظ على صحتي قبل الأكل كيف أحافظ على صحتي قبل الأكل إذن الهدف أتعرف أهمية نظافة يدي قبل الأكل أتعرف أهمية نظافة يدي قبل الأكل وضية الانطلاق لاحظوا معي في الصورة طفلة تقوم بغسل يديها قبل الأكل إذن لماذا نغسل يدينا قبل الأكل لأن اليد لأن اليد أكثر عرضة للأوساخ أكثر عرضة للأوساخ وبالتالي فتنقل الميكروبات إلى جسمنا عبر الفم إذن أتسأل لماذا يطلب مني غسل اليدين قبل الأكل لماذا يطلب مني غسل اليدين قبل الأكل إذن أقترح أقترح فردية إذن لأكون لأكون نظيفا أغسل يدي قبل الأكل لأكون نظيفا ولكي لا أمرض أو نقول لكي أكون في الصحة جيدة ولكي لا أمرض أغسل يدي قبل الأكل ما سأقوم به أدنى واحد المناولة أضع صحبة تلاميذي قسمي أيدينا في تربة مبللة كننضعو يدينا في واحدة تربة مبللة كما كتلاحظوا المجموعة الأولى كتغسل اليدين بالماء والسابون غسل اليدين بالماء والسابون المجموعة الثالثة تبقى دون غسل اليدين إذن المجموعة الأولى كتغسل اليدين بالماء والسابون المجموعة الثالثة تبقى دون غسل اليدين من بعد ما يقوم بهذا العمل يمسح تلميذن من كل مجموعة يدي منديل ورقي نظيف إذن سيأخذ واحد المنديل ورقي نظيف ويمسح به اليد يقارن تلاميذ القسم المناديل المستعملة من طرف كل مجموعة إذن في نظركم المجموعة الأولى المجموعة الأولى ستجدوا أن المنديل نظيفا لأنها غسلت يديها بالماء والسابون غسلت يديها بالماء والسابون مجموعة الثانية ستجدوا أن المنديل لازلت هناك بعض الأوسخ عالقة به أما المجموعة التي لم تغسل يديها بقيت دون غسل يديها فسيتصح المنديل بالكامل إذن أكتبوا رقم كل مجموعة تحت صورة المنديل الذي يناسبه لاحظوا معي أوصخ كثيرة على المنديل إذن هي المنديل لأصحاب المجموعة الثالثة لأنهم مغسلوا شديهم إذن ثلاثة المجموعة الثالثة المنديل رقم الزوج لازلت هناك بعض الأوسخ عالقة إذن هي المجموعة لغسلت الداب المفقط غسلت يديها بالماء فقط إذن لنكسبو اثنان أما المنديل نظيف فهي المجموعة التي قامت بغسل يديها بالماء والصابون إذن المجموعة التي غسلت يديها بالماء والصابون هي صاحبة المنديل النظيف لهذا دائما قبل تناول الطعام علينا غسل يدينا بشكل جيد بالماء والصابون كما قلت في وضعية الانطلاق لأن اليدين أكثر أكثر غرضة للأوساخ وللأسطح المتسخة تحديدا إذن ماذا نستنتج غسل اليدين بالماء والصابون يزيل أثر الأوساخ كما قد لاحظت غسل اليدين بالماء فقط يبقى هناك أكثر الأوساخ إذن نستنتج أن غسل اليدين بالماء والصابون يزيل أثر الأوساخ أثر الأوساخ إذن غسل اليدين بالماء والصابون يزيل أثر الأوساخ منتقل الصحة الموالية إذن استخلص الأوساخ والجراثيم تضر بصحتي الأوساخ والجراثيم تضر بصحتي لأحافظ على صحتي أغسل اليدين بالماء والصابون أغسل اليدين بالماء والصابون ثم أمسحهما بمنديل نظيف أو نقي إذن الأوساخ والجراثيم تضر بصحتي لأحافظ على صحتي أغسل اليدين بالماء والصابون قبل الأكل ثم أمسحهما بمنديل نظيف ونمي رسيدي الصحة لسانتي النظافة لابخوبرتي الجرثوما لميكروب جو رابت الصحة لسانتي النظافة لابخوبرتي الجرثوما لميكروب وعبئوا تعلماتي أكتبوا كلمة خاطئ أو سليم في خانتي في خانة اللي كي معبرة عن رأيي في السلوكين الأتيعين إذن غنقروا السلوكين وغادي نكتبوا هل السلوك صحيح أم خاطئ يعني سليم أم خاطئ إذن بالمنزل تنظف طفلة يديها بالماء والصابون وتمسحهما إذن كيف هو هذا السلوك هذا هو سليم أم خاطئ بالمنزل تنظف طفلة يديها بالماء والصابون وتمسحهما إذن هذا سلوك سليم سليم بأ خارج البيت تشتري حلويات وتتناولها دون غسل يديها إذا كيف هو هذا السلوك خارج البيت تشتري هذه الطفلة الحلويات وتتناولها دون غسل يديا إذا هذا السلوك كيف هو سلوك خاطئ خاطئ فكما قلنا فإن اليدين هم اللتاني تندقلاني الأمراضة إلى جسمنا من خلال الفم خاطئ ورتبوا مراحل تنظيف يدي بترقيم الخانات من 1 إلى 6 إذا مراحل غسل اليدين إذا اللحظوا معي هنا مسح الصنبور أغلق صنبور الماء غلق الصنبور بواسطة مندل أغسل اليدين بالماء أغسل اليدين بالصابون أصبوا الصابون على يدي أبلل يدي بالماء ثم أمسح يدي بمندل نقي إذن أول مرحلة وأنني أبلل يدي بالماء هذه أول مرحلة أبلل يدي بالماء أصب الصابون على يدي المرحلة الثانية أقوم بصب الصابون على يدي مرحلة الثالثة أغسل أو أفرق اليدين بالصابون أغسل اليدين جيدا بالصابون مرحلة الثالثة مرحلة الرابعة أغسل اليدين بالماء إذن بعد فرق اليدين بالصابون نقوم بشطفهما بالماء إذن مرحلة الرابعة مرحلة الخامسة أمسح يدي بمندل نقي اذا هي المرحلة الخامسة وفي الاخير نغلق الصنبورة الماء بواسطة منديل نظيف اذا هي المرحلة السادسة الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية الفيديو اليوم اضرب لكم موعدا في فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع مع السلامة